مصر الخير أما وقد تمت الدعوة إلى عقد جلسة انتخاب في الرابع عشر من حزيران فإن النواب مدعوون إلى المنافسة بين جهاد أزعور والورقة البيضاء التي ستطل من جديد كخيار للثنائي الشعي وبعلوم الأحياء النيابية فإن الجلسة الثانية عشرة هي استكمال للحادية عشرة مع فارق أن المعارضة هذه المرة قدمت مرشحها وكونت ما سمته التقاطع على اسم جهاد أزعور وإن كان بعلم الأرقام لن يرتفع عن سطح الأرض النيابية ونصابها وحيا على الجهاد إذانا ببدء معركة حولت بيوت النواب ومكاتبهم إلى صناديق اقتراع وشركات إحصاء والكل يحسب ويعد ويجري عمليات الفرز ويستطع مواقف الزملاء والخطوة الإيجابية المحققة حتى الآن أن الجبهات المعارضة تقدمت باسمها وإن بلا فرأ وفرضت عقد جلسة النيابية انتزعتها من فم التنين وبدأت بشبك خيوط التقاطع واتصالات التكيف مع الاسم وهذا ما سيحرج نوابا مسيحيين متميزين وسيجدون أن بقاءهم خارج الصف هو بمثابة تعطيل لكن نوابا آخرين ابتدعوا المخرج بالاستفاف في الخيار الثالث وهو ما عكسه النائب عبد الرحمن البزري بإعلانه أن كتلة من عشر إلى خمسة عشر نائبا تناقش إمكان الذهاب إلى خيار ثالث بعيدا من الاستفاف الحالي وبمسار استقصائي تتحرك كتلة الاعتدال التي أصبحت وازنة وهي اختارت البقاء على الحياد الرئاسي في الدورة الأولى وفي حال بقي النصاب مؤمنا في الدورة التالية فإنها ستتحمل مسؤوليتها كما أكد النائب أحمد الخير وعلى الحدود التغييرية فإن هناك سبعة نواب في مرحلة التشاور بحسب ما كشف النائب فراس حمدان وبالنسبة إلى الثنائي فإنها ستكون جلسة كشف النواية تبعا لتعبير النائب قاسم هاشم وما لم يقله هاشم تسربه المصادر من أن الثنائي أصبح لاعبا بالورقة البيضاء التي ستبعد عن سليمان فرنجي حرج أخذ المقاييس النيابية ووضعه تحت الميزان بالصوت وبالصورة والانشقاق الأبرز سيكون في تصدع البيت العوني حيث التأمت الهيئة السياسية للتيار حضر الرئيس ميشيل عون لإقناع النواب المعارضين فغاب الخمسة الكبار عن المشاركة وداخل الاجتماع الذي أحضر إليه عون كرر الرئيس أقواله من أننا نطلب الوحدة في القرار فيما أعاد النائب سليم عون تسجيل اعتراضه على ترشيح أزعور الذي لا يشبهنا وقد خضنا معركة ضد سياساته في السابق لكن هذا الكلام لا يلزم نائب زحل عدم السير بالقرار السياسي للتيار وعلم أن المتغيبين الخمسة لم يحسموا خياراتهم بعد وهم تقصدوا إبقاء الغموض على قرارهم الذي يتأرجح بين الورقة البيضاء أو الخيار الثالث وعلى كل ما تقدم فإن الرابع عشر من حزيران هو يوم عمل تعطيلي عادي ويكاد يشبه هزة زحل الوهمية حيث صوت انفجارات من فالق الأرض ولا هزة قد سجلت في المراصد المعنية وتلك أيضا حال جلسة الانتخاب التي تتحرك من باطن أرضها أصوات كدوي انفجارات لكن الرئاسة الأولى لا تهتز وتجلس على فراغ طويل